السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة بالتأكيد واحنا في ظل ايام معرض الكتاب في مصر مهم جدا ان احنا نقرأ ونطلع على الكتب نتعلم منها نختبر الحياة من خلالها نستخلص منها درسها نشوف فيها خبراتها لكن الحقيقة مهم بل هو الاهم يعني ان احنا نراجع ونقرأ اهم كتاب في مصر من المناسبة معرض الكتاب ايه هو اهم كتاب في مصر وهذا الكتاب هذا الكتاب المحدود ده اسمه دستور جمهورية مصر العربية ده اهم كتاب في مصر ده البنية الاساسية لمصر البنية الاساسية للدولة المصرية اذا كنا بنكلم عن بنية اساسية طول الوقت بكلم على مية شرب على كهرباء على صرف على سكن بنية اساسية للمجتمع هو البنية الاساسية للدولة هو الدستور ودستور المصري تحديدا مر عليه مئة سنة فكرة وجود دستور مصر طاعك عندنا ده ستير من 1800 وحاجة مع الخديو اسماعيل ومع شريف باشا اللي بنسميه ابو الدستور وهو يعني فكرة اي دولة اي دولة حقيقية تبقى دولة يوم يبقى عندها دستور تبقى دولة يعني تملك لنفسها تلك الصفة طيب الدستور المصري في الصورة النهائية لخلاصة الدستور 1923 بقى عندنا دستور للدولة المصرية بقى هذا الدستور في مصريين ماتوا واستشهدوا من اجله يعني هذه الاوراق التي كتبها 30 مصريا في سنة 30 وعشرين استشهد من اجلها مصريون كثر وكان يهتف لهذا الدستور في المظاهرات كما الجلاء بالضبط واحترام الدستور المصري لما تم إلغاؤه سنة 30 من اسماعيل صدقي وعمل دستور سنة 30 فضل المصريين بها تظاهروا وعملوا ما يشبه الثورة ان لم تكن اقرب الى الثورة سنة 35 مسمينا في التاريخ انتفاضة 35 هي اقرب الى الثورة يعني عشان استعاد الدستور 23 ثم اوطيح بالدستور 23 وجات مصر في شوية دستير معقتة أيام عبد الناصر لغاية ما تعامل دستور مصر الدائم سنة 71 مع الرئيس السادات اللي ما بقاش دستور دائم برضو جينا بدل ما نعدلوا بعد 25 يناير حصل اللي حصل وتعامل الإعلان الدستوري المؤقت ثم الدستور اللي عملوا الإخوان ثم لما المصريين صاروا على الإخوان عملوا دستورهم بقى اللي هو المصريين توفقوا عليه مرتين مرة سنة 2014 بصورته الأساسية و2019 بتعديلاته مهم ان احنا نقرأ الدستور علشان نقيس حياتنا وواقعنا الآن من عينين الدستور من خلال عين الدستور ونقرأ الدستور بخلال الواقع والحال اللي احنا عايشين لأنه لو في أي تناقض تباعد تخاصم نعزال ما بين الدستور ده ومين الواقع يبقى فيه خطأ في الواقع مش في الدستور لأن الواقع المفروض يدور دورته مع الدستور زي عباد الشمس كده مع الشمس ده هذه الأوراق هي التي أقسم عليها كل مسؤول في الدولة منتخب وغير منتخب معين يعني على احترامها وهذا هو الدستور اللي محدش ينفع يقول أنا يعني ضده أو مش معاه جايز حابه جايز كاره دي قصتك انت انما لابد ان تحترمه والأكتر من كده ولابد ان تطبقه انها في ظل الفوضى بتاع انه وكأن لك حق انك انت تقول رأيك في تطبيق الدستور ده حاجة خرافية طبعا تريدك حق انك تقول انا عايز اعدل للدستور عايز الغيه اصلا ماشي حقك اللي اما طلب من اكتر من سلوثي الاعضاء باين ويوفق عليه اغلبية الاعضاء في البرلمان دي قصة تانية انما انك انت او تعمل استفتاء علشان نلغي الدستور دي قصة تانية انما طول ما ده موجود لازم يحترم ويطبق مش يحترم بمعنى اقول انا بحترم الدستور لا لا انه يطبق لانه ده محلوف عليه يعني من كل الاطراف وده احترام الدستور قائم من كل مسئولي الدولة وكل مواطني الدولة وإلا ما بجف دستور فعشان كده احنا محتاجين ان احنا من حل الاخر نقرأ دستورنا كي نعرف يعني واقعنا الى اي حد هو واقع دستوري او نعرف الى اي حد الدستور قدر يضبط مجتمعنا وواقعنا خليني ابدأ معاك اريض بعض فقرات ومواد الدستور كي نتذكرها معا ونتذكرها سنويا سويا وبعدين نتدرس مع بعض بقى كل مع قلبه وعقله ووجدانه هل هذا الدستور نراه مطبقا منفزا على ارض الواقع ام اننا يعني بصدد النداء والاستغاثة والاستنجاد او التأكيد والالحاح او الاصرار والعزم او الاراضة والعزيمة على انه يطبق كاملا يعني في الفصل الثاني من الدستور المقومات الاقتصادية مادة 27 يهدف النظام الاقتصادي احنا بحسة مطلعة على فكرة يعني وحسة المطلعة دي كانت موجودة يعني هو كان الاول اسمه المطلعة الرشيدة كتاب القراء والنصوص والاطلاع دي حاجة مهمة للغاية ويقاعة للاطلاع فارجو انه يكون يعني على الاقل جزء من اهتمامنا واهم وانشغالنا في مدارسنا انه الطلبة يقروا الدستور انه يبقى في حصة عن الدستور كل اسبوع مثلا انه يبقى متداول بيننا في الاعلام وفي يعني الوسائط الاعلامي المختلف انه مجلس النواب يفكر بعضوا بالدستور كده وانعمل حصة وطلعة طول الوقت للدستور الشهرية يبقى ولا كل شهرين ولا كل اسبوعين يبقى في طول الوقت مطالعة للدستور لان مطالعة الدستور هي قراءة للواقع هي ادراك اين نقف هل احنا في الطريق السليم الصحيح هل احنا على الطريق السليم الصحيح هل نعطي وجوهنا الى الطريق الصحيح ام ظهورنا يهدف النظام الاقتصادي الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع المعدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة خد بالك انه هنا طول الوقت نادج القومي الاجمالي لسه تعبير القومي موجود في الدستور وموجود في مصطلحاتنا الاقتصادي ما خلناش الوطني زحية المنتخب القومي بقى المنتخب الوطني فلسه القومي هنا تعبير عن قومي المصرية وجماع الوطن ومجموع الوطن المصري بما يكفل رفع المعدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مرعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمل مستهلك ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص التوزيع العادل لعوائد التنمية تقليل الفوارق بين الدخول الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون مدى 28 العنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجازب للإتصمار وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله مدى 34 للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقاً للقانون مدى 35 الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون مدى 36 تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع مدى 37 الملكية التعاونية مصونة وتراعي دولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها حلها أو حل مجلس مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي لا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي مدى 38 يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعدلها أو إلغأها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكاليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحاقق الكفاءة واليسرى والإحكامة في تحصيل الضرائب ويحدد القانون الطرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سياسية أخرى وما يدع منها في الخزانة العامة للدولة وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة تعالي نشوف المقاومات الاقتصادية في الفصل الثالث تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الخضارية المتنوعة مادة 48 الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك وتولي اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها مادة 49 تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترممها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ويحذر إهداء مبادلة أي شيء منها مبادلة أي شيء منها والاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقاد مد خمسين تراص مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانته وكذلك الرصيد الثقافي المعاصر المعماري الأدبي والفني بمختلف تنوعاته والاعتداء على أي من ذلك جريمة نعاقب عليها القانون وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر مرة أخرى نقرأ الدستور من خلال الواقع ونقرأ الواقع من خلال الدستور الباب التالت الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة واحد وخمسين الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها مادة اثنين وخمسين التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مادة ثلاثة وخمسين المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو العاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللاذمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إن شاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض مدى 54 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عاد حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويجب أن يبلغ فوراً ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابةً ويمكن من الاتصال بزويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محامي ندب له محامي مع توفير المساعدة اللادمة لدول إعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون ولكل من تقيد حريته أو لغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال إسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراجه عنه فوراً وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامل موكل أو منتدب مدى خمسة وخمسين كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراه ولا إزاءه ولا إزاءه بدنياً أو معنوياً ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مقصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمتهم حق الصمت وكل شيء يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه مدى خمسين السجن ضار إصلاح وتأهيل تغضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للقطر وينظم القانون أحكم إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم مدى خمسين للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس والمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك مدى خمسين للمنازل حرمة وفيها عدى حالات الخطر أو الاستغاسة لا يجوز دخولها ولا تفتشها ولا برقبتها أو التنصط عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص عليها ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأ مدى تسعة وخمسين الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها مدى ستين لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون مدى ستين التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجة موافقته بموجة موافقة أو وصية مواسطقة وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون مادة تنين وستين حريات التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون مادة ستاتة وستين يحظر التهجير القصري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك الجريمة لا تسقط بالتقاد مادة أربعة وستين حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون مادة خمسة وستين حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر مادة ستة وستين حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبقها مادة سبعة وستين حرية الإبداع والفني والأدب مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوة لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبي والفكري أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطاعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقا للقانون مدى 68 المعلومات والبيانات والإحصاءات والوسائق الرسمية ملك للشعب والإفصح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إدعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغنوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بضر الوثائق القومية وحمايتها وتأمنها من الضياع والتلف وترممها ورقمنتها بجميع الوسائل والإدوات الحديثة وفقا للقانون مدى 69 تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمياتها القانونية وينظم القانون ذلك مدى 70 حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإختار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإزاعي والمرئي والصحف الإلكتروني مدى 71 يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصدرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريد على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوباتها القانون مدى 72 تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام مدى 73 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع باختار على النحو الذي ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول دون الحاجة إلى اختار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبة أو التنصط عليه مدى 74 للمواطنين حق تكوين الأحزاب باختار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنسي أو الأصل أو على أساس طائفين أو جورافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ ديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي مرة أخرى إحنا قراءة في الدستور كي نقرأ الواقع من خلاله وكي نقرأ الدستور من خلال الواقع لما مدى 85 لكل فرض حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيع ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية 86 الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفرها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون مدى 87 مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة ذي الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك خليني أروح إلى المادة 92 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها مادة 94 في الباب الرابع سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتغضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات في المادة 99 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوة الجنائية بالطريق المباشر احنا أصاد الدستور ينظم حياتنا فهل هي منظمة بالدستور احنا أمام واقع مفترض أنه بيستمد قوانين وإجراءاته ووقائعه وأحداثه وقراراته وكل ما يصدر من مؤسساته من خلال الدستور فهل هو متصق مع الدستور هل نحن مجتمع دستوري يحترم الدستور هل إحنا دولة دستورية تطبق الدستور هو ده بقى اللي يستحق معه قراءة هذا الدستور ليلة نهار لاكتشاف الفارق ما بين الليل والنهار إلى فصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر